ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي لاجتماع التنسيقي للجنة الوزارية للامركزية التي تضم وزراء الداخلية والشؤون البلدية والتنمية السياسية والبرلمانية مع الجهات المانحة وزير التخطيط والتعاون الدولي أكد أن الاجتماع هدف إلى التنسيق مع الجهات المانحة لتعزيز عملية استقطاب الدعم الفني والمالي الإضافي لإنجاح تجربة المشروع الإصلاحي السياسي التنموي مشروع المركزية بما يتماشى مع هداف رؤية الأردن 2025 وخطة التحفيز الاقتصادي 2018 إلى 2022 وخطة التنمية المستدامة 2030 وخطة التنمية للمحافظات 2017 إلى 2019 من جهتهم وزراء الداخلية والشؤون البلدية والتنمية السياسية شددوا على المشاركة الشعبية في صنع القرار لأنها تمثل احتراما للإنسان ودوره في وطنه وتسهم في تمكين المجالس المنتخبة من القيام بالدور المنشود منها خلال المرحلة القادمة نحن نعرض للجهات المانحة اليوم الإنجازات السبعة التي حققتها الحكومة الأردنية للمضي قدما بالعملية الانتخابية المقبلة والتي ستجري في الخامس عشر من أب حيث وضعت الحكومة الأردنية التشريعات والعنظمة والاحتياجات والقدرات المؤسسية ومسار التوعية والإرشاد من خلال الإعلام والموازنة وتطوير المحلي والحاجات التكنولوجية التي ستستخدم في الانتخابات